كشباب في عمر صغير الحياة علامتنا أنه نبني من رمادنا شي جديد قيمة جديدة قيمة مضافة جديدة مرحبا واضح اسمي أحمد يازنميري عمري 20 سنة بدرس هندست ميكاترونيكس وكمبيوتر سايينس وسفير عالمي لمنظمة يوث فور نيتشر المشروع هو عبارة عن تحويل بقايا النفايات العضوية لسماد صحي تقريبا مثالي بكل النواحي للنباتات بشكل عام فكرة المشروع انطلقت من حاجة لي وللناس الحوالي للسماد رخيص وفعال منيح وصحي للنباتات حاليا على مستوى ثلاثة عائلات عم نشتغل لنعيد تدوير نفاياتنا المنزلية وننتج مننا السماد يلي منقدر نستخدمه هون بجنانات اضافة للسماد الباقي ممكن ابيعه الصعوبات كتيره الصعوبات ممكن النت البطيء لاتعلم عن الفكرة الكهرباء السيئة الصعوبات الاقتصادية الغلل الأسعار في مواد ما بتنوجد ممكن تلزمنا الوصمة المجتمعية عن العالم اللي بشتغله بهالمجال بوجه رسالة لاي شاب او اي انسان بشكل عام حابب شي معين طموح بشي معين حابب يحط اثر ايجابي للمجتمع انه اتجاوز كل الصعوبات لا تفكر بالمشاكل مشاكل كتيره بس كمان الحلول كتيره ممكن نبلش صغار نبلش بأفكار بسيطة كتير على مستوى بيت حتى على مستوى فردي بعدين نكبر لا تيقاسوا ارجعوا بلشوا من جديد اذا فشلتوا الفشل شي طبيعي والصعوبات يلي قدامنا كتير كبيرة بس منقدر نتجاوزها بالمسابرة وبالصبر الصبر كتير مهم لا تيقاسوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة